من جانبه أعرب معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى عن عظيم الفخر والاعتزاز بما قدمته مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم من نموذج متميز في المبادرات الإنسانية الشاملة وتبوؤها المكان المتقدم والعالية في مسيرة العمل الإنساني والخيري هذا وشاد رئيس مجلس الشورى بسجل مملكة البحرين المضيء والزاخر بالإسهامات الإنسانية المتميزة والسباقة خصوصا في المساعدات الطبية ودعم بناء المشاريع التعليمية والاجتماعية في العديد من الدول وشاد معاليه بالجهود المتواصلة التي تبدلها الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في صوه وتنفيذ البرامج والخطط المتميزة والمبادرات التي تعزز النهج الإنساني الشامل الذي تسير عليه مملكة البحرين كما شاد رئيس مجلس الشورى بجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد الكبير في مجال العمل الخيري والإنساني وتوجيهات سموه السديدة للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لرفض مسيرة العمل الإنساني والخيري لمملكة البحرين بالمزيد من النجاحات والإنجازات